القيادة العامة سيتم اطلاعكم عليه بشكل مباشر وسنوضح الصورة كاملة للشعب الليبي لكن الآن لذلك مداولات لا نعرف إلى أين وصلت واليوم تقريبا الحديث إذا كان هناك حديث إعلامي سيخص البعثة الأمم المتحدة بالخصوص كذلك أكرر هناك حقيقة بعض وسائل الإعلام تتحدث في الشأن الليبي وعلى ما يبدو أنها لا تعلم حقيقة الأمور ولا تعرف ما هيئة الأزمة في ليبيا هناك من يقول القوات المتسارعة على السلطة وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق هناك من يقول لتقاسم الثروات أو توزيع عادل الثروات وهذا كلام غير حقيقة على الإطلاق الحقيقة أن الأزمة في ليبيا هي أزمة أمنية باقتدار ما بين الشعب الليبي بكامل تركيباته وقبائله ومدنه ومناطقه وتمثله في ذلك القوات المسلحة العربية في ليبيا أكثر من 85 ألف ضابط وضابط صف هو جندي يقومون بتنفيذ أوامر الشعب الليبي في محاربة الإرهاب والجريمة حقيقة سجل الإرهاب في ليبيا سجل كبير جدا وثقنا كل جريمهم من 20 فبراير 2011 حتى هذه الساعة كل مرتكبوا من جرائم إرهابية تم توثيقها كل مرتكبوا من جرائم إجرامية تهريب الهجل غير الشرعية تهريب الوقود التعاون مع دول أو الاستعانة بدول أجنبية دعوة المستعمل هذه كلها جرائم تم توثيقها ولن تسقط بالتقادم بل ستكون هناك محاسبات سواء محاسبات قانونية أو الأخطر ينسل القانونية الأخطر هي المحاسبات التاريخية والأدبية عن مثل هكذا تصرفات الموقف العام في طرابلس الكثير يسأل لماذا القيادة العام لا تقوم باستهداف السفن التركية التي عرضناها في الأيام الماضية وهي تقوم بإنزال معدات عسكرية تركية في طرابلس لماذا لا تقوم باستهداف مطار مصراته لماذا 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 حقيقة من حق كل واحد السؤال ومن حق كذلك أن يعرف الحقيقة وواجب علينا نحن أن نحترم كل الأراء ونجيب على كافة التساؤلات نحن بالتأكيد أعلننا وقف اطلاق النار تلبية لدى من دول صديقة من أجل إعطاء فرصة لمساعي الخير من أجل أقل شيء نكسب في هذه المعركة هو أن نعري العدو أمام المجتمع الدولي السيد القائد العام لديه خبرة طويلة جدا في تعبط أو استراتيجية الاستدراج والاستدراج والاستنزاف داخل مناطق مفتوحة لقوات العسكرية هي الهضرية ناجحة جدا باستدراج العدو لهذه المناطق لكن اليوم القضية التي يقوتها ليست قضية بندقية أو مدفع بل هي قضية سياسية عسكرية قضية دبلوماسية بابتياس وبالتالي استطاع بحكمته واستطاع بوقفه لإطلاق النار استدراج أردوغان إلى فخ لن ينساه أبدا ولن يخرج منه هذا الفخ الذي سقط فيه هو فخ قيادة ورعاية التنظيمات الإرهابية العالمية وهو فخ خطير جدا كل العالم متضرر من الإرهاب الآن أردوغان عاري تماما أمام المجتمع الدولي وواضح تماما أمام المجتمع الدولي دعمه للإرهاب دعمه للمجرمين استعانته بخارجين على القانون بمطلوبين لدى مجلس الأمن ولدى دول أخرى عديدة في قضايا إرهاب وعندما تحدث قضايا إرهاب لا تفهم هذه الكلمة بهذه الطريقة إرهاب عن قطع رؤوس تقليع بشر حرق فيزيوت تنكيل بمواطنين التعذيب وشد نواع التعذيب يعني قضايا ضد الإنسانية وقضايا حقيقة تحتبر جرائم حرب وتحتبر جرائم أقل عقوبة قد يكون للمؤبد ولكن أعتقد أن الإعدام هو العقوبة المناسبة وبالتالي بالاستدراج والإعداد الفخ الجيد أمام المجتمع الدولي وبشهادة الدول سواء روسي الاتحادية سواء دول التي اجتمعت في محور برلين سواء التي كان لها ثاني يوم اجتماع في مجلس الأمن سواء التي اجتمعت في عدة مناطق أخرى أعتقد وكذلك في أفريقيا في كونغو برزافيل الآن أمام هذه الدول المشهد واضح جدا أردوغان